اشتركوا في القناة وبينكم كتب التاريخ بيننا وبينكم مراجع الأمة والله ثم بالله ثمة الله لن تجدوا حرفا واحدا يؤيد أن معاوية كان يقاتل عليا على الكرسي أبدا لن تجد قال ابن تيمية وسيرة معاوية من خير سير الولاد كان الناس يحبوه ويحترموه ما وجد واحد من المعتبرين يسب معاوية ولا يهجوه من قصير وحدك أبدا من خير سير الولاد لا نرضى سبا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلمنا هذا ما نشأنا عليه نحترم كل الصحابة الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية كما احترمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسود من معاوية في السودة والقوة وعظمة السلطان والشراسة على الأعداء قال ما رأيت أسود من معاوية قالوا له يا عبد الله بن عمر ولا أبو بكر ولا عمر قال كان أبو بكر وعمر أفضل منه ولكنه كان أسود منهم الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم ملوك الإسلام وبأنه يركب سبج البحر ويرفع راية الإسلام وأول أسطول في الإسلام خرج لفتح بلاد ما وراء النهر وركب البحر الأخضر كان بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كانت معه عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان